ليس العبرة بالعلم بكثرة الكتب كم من أناس عندهم كتب بل مكتبات كبيرة ولكن لا يعرفون حقيقة العلم وبعيدون عن العمل بالعلم لا ترى عليهم آثار العلم النافع ولهذا تأمل كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور القلم في آخر الزمان وكثرة انتشار الكتب وفي الوقت نفسه أخبر عن قبض العلم وعن قلة العلماء وعن انتشار الجهل قد يقول قال كيف أليس هذا فيه شيء من التباد والتناقض كثرة الكتب مع انتشار الجهل فهذا يدلك على أن حقيقة العلم ليس بكثرة الكتب ليس بكثرة الكلام ليس بكثرة الرواية ليس بكثرة المسائل وإنما حقيقة العلم خشية الله جل وعلا